موسيقى حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله اليكم الأحوال الجوية المتوقعة في البداية سور الأطمار الصناعية بنلاحظ خلو المملكة العربية السعودية من تواجد أي نوع من أنواع الغيوم باستثناء بعض المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة أما درجات الحرارة فبنلاحظ أن المناطق الشمالية تتأثر بكتلة هوائية باردة نسبيا وهذا اللون الأخضر الغامق تقريبا يدل على تأثر المناطق الشمالية بهذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا والتي تسبب مشاط في الرياح وإثار الغبار في المنطقة الشمالية والشرقية من المملكة لكن المناطق الوسطى والجنوبية هناك كتلة هوائية معتدلة إلى الحارة نسبيا تقريبا تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة لكن يوم الأحد يقل تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبيا في المناطق الشمالية وكذلك يوم الاثنين يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وكذلك يوم الثلاثاء الغبار المناطق التي ستتأثر بالغبار والأتربة نتيجة نشاط الرياح التي تسبب إثار الغبار والأتربة هي في البداية المناطق الشمالية والشرقية من المملكة لكن بتكون بشكل أقل في المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض هذه الغبار والغبار والأتربة المثارة تقل تدريجيا اعتبارا من يوم الثلاثة الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة خاصة في الرياض لكن انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الشمالية والشرقية وأيضا هناك نشاط في الرياح وإثارة للغبار والأتربة خاصة في المناطق الشرقية والشمالية من المملكة لكن في الرياض هناك غبار خفيف يؤدي قليلا إلى تدني مدى الرؤية الأفقية الأجواء معتدلة من حيث درجة الحرارة درجة الحرارة المتوقعة في الرياض 27 درجة مئوية هذه العظمة بينما الأجواء بالليل هناك غبار خفيف في الرياض والأجواء تميل قليلا إلى البرودة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 13 درجة مئوية يومي الاثنين والثلاثة أجواء مشمسة أثناء النهار معتدلة إلى لطيفة درجة الحرارة العظمى المتوقعة يوم الاثنين في الرياض 24 درجة مئوية الأجواء تميل أثناء الليل إلى البرودة ودرجة الحرارة الصغرة 12 درجة مئوية الثلاثة أجواء مشمسة أثناء النهار معتدلة إلى لطيفة أيضا العظمى المتوقعة 26 درجة مئوية والأجواء أثناء الليل تميل قليلا إلى البرودة والصغرى المتوقعة 14 درجة مئوية ملخص الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة هناك الأجواء مقبرة في المنطقة الشرقية والشمالية من المملكة لكن بشكل أخف في منطقة الرياض وأيضا هناك استقرار على الطقس خلال أيام القادمة وأيضا هناك ارتفاع على درجات الحرارة أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية من طقس العرب لكم تحية وإلى اللقاء